كل شيء كان هادئا حول هذا السجن الاسرائيلي حتى استيقظت قوات الاحتلال على نبأ انقلبت بعده هذه المنطقة رأسا على عقب فتحت جنح الظلام استطاع ستة اسرى فلسطينيون الفكاك من الاسر داخل السجن شجيد الحراسة بطريقة تشبه روايات المغامرات التي ما زالت تحير قيادات امن الاحتلال وتفيد المعلومات الواردة من الاراضي المحتلة بان بين الاسرى الستة خمسة ينتمون لحركة الجهاد الاسلامي بينما السادس قيادي في كتائب شهداء الاقصى بجنين وانهم تمكنوا من حفر نفق بطول عشرات الامطار وتسللوا منه فجرا دون ان يشعر بهم حرس السجن وعقب تأكد عملية الهروب بدأت قوات الاحتلال عملية بحث واسعة النطاق للوصول الى هؤلاء الاسرى ونشرت صورا لهم وطلبت تقديم اي معلومات تتوفر عن مكانهم كما قررت سلطات السجن نقل مئات الاسرى الى سجون اخرى خشية ان تكون هناك انفاق غير معروفة قد يهرب عبرها مزيد من الاسرى من الخليل ينضم الينا سيد امجد النجار رئيس الدائرة الاعلامية في نادي الاسير الفلسطيني ومن غزة سيد جمال فراون مدير مؤسسة انصار الاسرى في قطاع غزة اهلنا بكما على شاشة الغد وابدأ معك سيد النجار في الخليل عملية نوعية بهذا المستوى من التخطيط والتنفيذ ماذا تعني سجن جلبوع ربما هو من اشد السجون حراسة وتحصينا في دولة الاحتلال يعني بداية نوجه التحية الى كل اسران الابطال القابعين في سجون الاحتلال الى المرضى الى كبار السن الى الاطفال الى الاسرى المضربين عن الطعام ما حدث اليوم من عملية هروب لعدد وكوكب من ابطالنا المناضلين القابعين في سجون الاحتلال هي يعني ضربة موجعة لهذا الاحتلال الذي يحاول قهر اسران الابطال واحتجازهم تلك السنوات الطويلة خلف القطبان مرت على تاريخ القضية الفلسطينية اتفاقية اوسو التي من المفروض ان يتخرر هؤلاء الاسرى ولكن الاحتلال لم يلتفت الى تلك الاتفاقيات لذلك استمر وجود الكثير من هؤلاء الاسرى سنوات طويلة خلف القطبان فكان هناك شاليط اسيرا وافرج عن كثير من اسران الابطال وكان هناك ايضا جولدن هادار موجود في غزة لذلك حالة القهر والاذلال وما يمرسه الاحتلال بحق هؤلاء الاسرى من حقهم ان ينالوا الحرية بالطريقة التي يرونها مناسبة لذلك عملية هروب نهنئهم على هذا الانجاز وواضح انه الان حكومة الاحتلال تصاب بحالة هستيريا وجنونية والان تحاول الرد بانتقام ضد الاسرى القابعين في سجون الاحتلال عمليات النقل الان للاسرى القابعين في جلبوع واختطاف ممثلي قيادة الجهاد الاسلامي زيد بسيسي وانس جردات ونقلهم الى مراكز التحقيق ولا نعرف حتى الان كيف تمت عملية النقل اكيد كان هناك اعتداء على هؤلاء الاسرى لان ما حدث في سجن جلبوع المعروف عنه بالاجراءات الامنية المعقدة والكاميرات وما الى ذلك ان يتمكن هؤلاء الابطال من اختراقهم والهروب نعم ما رأيك استاذ جمال في قطاع غزة ما تحدث عنه سيد النجار الخشية من انتقام هيئة السجون سلطات الاحتلال من الاسرى في سجن جلبوع ما هو المتوقع والمعتاد لتغطية ربما ادارة السجون على هذا الفشل الذريع يعني بناء على التجربة هناك سيكون ردات فعل عنيفة من قبل سلطات الاحتلال وسلطات السجون وهذا ما شهدته التجربة وهذا السؤال يعيدنا الى الوراء عام 87 حينما تم ايضا انتزاع حرية لستة من الاسرى من سجن غزة وتمكنوا من الهروب من السجن طبعا كنت حينها في السجن وتم الاعتداء علينا وتم اقتحام الغرف وتم تفتيش وكل الاجراءات العقبية مورست بحقنا في داخل السجن وطبعا ضمن قوات عسكرية كانت مدججة بالسلاح والغاز والرصاص المطاطي يعني هذه الاجراءات ماتدعة عليها الحركة الاسيرة حينما يكون حدث يحصل تخبطا من قبل ادارة مسعى السجون وتبدأ كما جرى اليوم بالتنقلات بالاعتداءات بالتأكيد لحتى الان لم نعرف ماذا رافق الاربعمائة اسير الذين كانوا في سجن جلبوه وتم توزيعهم الى السجون الاخرى بالتأكيد ستكون هذه التنقل ليست يعني عادية بلبط وطبيعية هل من دور في مثل هذه الحالة للجنة الدولية للصليب الاحمر لا نعرف ظروف نقلهم الى اماكن مجهولة حتى الان وكيف تمت عملية النقل كيف تعاملت سلطات الاحتلال معهم نعم 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 يجب على الصليب الاحمر كمؤسسة دولية ومشرف على الزيارات ومشرف على الاوضاع ومتابع الاوضاع الاسرة في السجون يجب ان يتحرك لحماية الاسرة من هذه الاجراءات التي ستشدد وستكون قاسية على الاسرة بعد هذه العملية البطولية اليوم كان لنا وقفة امام مقر الصليب الاحمر في باحثة الصليب الاحمر نشدنا الصليب الاحمر بضرورة العمل السريع لحماية الاسرة من هذه الاجراءات وطلبناه بضرورة التدخل وطالبنا ادارة مصح السجون وسلطات الاحتلال بالتراجع عن هذه الإجراءات والتفكير بدل من التفكير بإجراءات عقبية التفكير بكيفية تحسين ظروف المعيشية والحياتية للأسرة بالإضافة لذلك العمل على ضمان الإفراج عن الأسرة في سجون الاختلال وخاصة ما أشار له زميلنا حينما قال النصرى إذ تحفظت على هؤلاء الأبطال سواء في الصفقات السياسية أو في المفاوضات السياسية أو في صفقات التبادل الأسرة التي جرت وحتى المفاوضات التي جرت بين المقامة الفلسطينية وحكومة الاحتلال على الجنود الأسرة المأسورين لدى المقامة الفلسطينية في القارة مؤخرا وقالت بأن لا تستطيع أن اطلاق صراح هؤلاء الأبطال الذين أمضوا سنوات طوال في دخل السجون والمحكومين أحكاما عالية فبالتالي هذه العملية جاءت في نطاق التفكير لدى الأسير الفلسطيني ولدى الأسرة الفلسطينيين بكيفية انتزاء الحرية لطالما أن الأوضاع المعاشية والصحية والظروف الحياتية صعبة في السجون إضافة لذلك لا يوجد أمل باركة أمل بأن يتحرروا هؤلاء الأبطال بالمفاوضات السياسية أو بصفق التبادل كما قلت بأن هناك تحفظ الإسرائيليا بين قسين لمن هم نعم سأعود لك أستاذ جمال في هذه النقطة المهمة للغاية وكيفية الاستفادة إذا كنت تسمعني الدروس المستفادة من هذه العملية ولكن دعني أتحول إلى السيد النجار في الخليل لأسأل هذا الفشل الذريع الهزة الشديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية اليوم حديث وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف بأن الأسرى ربما تلقوا مساعدة خارجية هل هذا الحديث ربما محاولة لتبرير الفشل يعني أكيد منذ الصباح تصريحات متتالية لقابة جيش الاحتلال ضمن أنه هناك دعم خارجي وهناك ممكن أن يكون تدخل نفس السجانين تعاونوا مقابل مبالغ مالية يعني هناك تصريحات متضاربة في نهاية الأمر يعني فشلوا في منظومتهم الأمنية ليست المرة الأولى ولكن هذه المرة بعد عام 1990 عندما تمكن الرفيق مارنايف رحمه الله الذي استشد في برغاليا من الهروب عام 1990 وعمليات الهروب يعني من عام 58 في سجن شطة إلى 87 و83 كل الفترات السابقة كان الاحتلال دائما يجد الضراع ويتحجج من أجل تغطية على فشله هذه عملية بطولية عملية هروب ناجحة أثبتت للاحتلال أنه آمن الأوان أن يتم الإفراج عن هؤلاء الأسرة على الأبطال بكل الطرق المناسبة يعني عملية سلام واتفاقية دولية لم يتم الإفراج عن الأسرة إلا بأعداد محدودة جدا وبقي المئات منهم داخل سجون الاحتلال ومنهم كريم يونس وماهر يونس ومحمد الطوس الذين مضوا على اعتقالهم أكثر من أونائل البرغوثي أكثر من 37 و38 عام داخل سجون الاحتلال حتى صفقات التبادل لم تحررهم عن أي سلام وأي اتفاقيات يتحدثون ما دام هؤلاء الأسرة قابعين في سجون الاحتلال للأسير الحق أن يبحث عن حريته الآن هناك جنود بأسورين لدى المقاومة نتمنى أن يتم طبيض السجون وأن يفرج عن كل أسران الأبطال ولكن عملية الهروب الأخيرة هي صفعة لكل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن عليهم أن يعيدوا النظر في ما يقومون به من إجراءات قمعية وتنكيلية وقهر واعتقالات إدارية وقمع الأسيرات والاعتداء على الأسرى الأطفال والإهمال الطبي الذي راح ضحيته خلال العامين أكثر من 11 أسير نتيجة الإهمال الطبي هناك حالة غضب وحالة قهر لم يحدث في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 67 حتى اليوم أن أمضى أسرى هذه السنوات خلف القطبان عام 85 كان عملية تبادل يعني بيضة السجون الأسرى بحاجة إلى الحرية نحن الآن نتحدث عن اتفاقيات السلام وما إلى ذلك لا يعقل أن يبقى هؤلاء الأبطال قابعين خلف القطبان الأسير قائد عملية الهروب محمود العارضة الذي حاول مرتين قبل هذه المرة ومعتقل منذ عام 96 ويعاني من أوضاع صعبة جداً وكذلك باقي الأخوة المعتقلين منذ عشرين عاماً آن الأوان أن يتخرروا من سجون الاحتلال ليعودوا إلى عائلتهم انظر إلى الأسرى الإسرائيليين الذين نفذوا عمليات قتل وإجرام بحق ابناء شعبنا أين هو عامي بوبر؟ عامي بوبر عندما كشفت الصحف الأمريكية أنه تعرض لحادث سير في الولايات المتحدة عامي بوبر الذي نفذ عملية قتل العمال في ريشيل لوتسيون في 21-5-1990 هذا المجرم الذي يذهب إلى رحلات ترفيهية ويغادر إلى أي مكان وتزوج عدة مرات وعندما وقع الحادث تبين أنه في رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعشرات من الذين نفذوا عمليات القتل والإجرام بحق ابناء شعبنا يخرجون خارج السجون في أي وقت وأسران القابعين في سجون الاحتلال من أجل دحر هذا الاحتلال يعاملون المعاملة المهينة والمذلة والقمع والتنكيل لذلك الذهاب إلى الحرية والمحاولة بكل الوسائل هي متاحة لهؤلاء الأبطال لأنهم يعني السجن صعب جدا بعضهم يعني وصلت الفكرة أستاذ أمجد لذلك هم بحاجة إلى الحرية نعم أستاذ جمال في غزة أعود لك إلى النقطة التي أثرتها وهي أدروس المستفادة من هذه العملية النوعية التي جرت في سجن جلبوع في بيسان شمال فلسطين المحتلة يعني أول درس أن الإرادة الفلسطينية حينما تفكر تبدع بالإخراج تبدع بالإخراج البطولي وهذا هي مربط الفرص بأن الفلسطيني يستطيع لا يقبل العيش بذلوة ومهانة يستطيع أن ينتزع حريته يستطيع أن ينتزع كرمته يستطيع أن يحافظ على حريته ويحافظ على كرمته هذا الدرس الأول الدرس الثاني هو للاحتلال يجب أن تنتهي موضوع التحفظ على هؤلاء الأبطال ما يسمى بين قسين الأياد ملطخ بالدم وبالتالي هناك بوادر للعودة للمفاوضات السياسية كما رأينا في الأيام القليلة القادمة يجب أن يكون أوائل من ينعم بالسلام هم أبطال السلام وهم الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال ثانيا يجب أيضا أن تنتهي أيضا التحفظ في صفقات التبادل ورأينا الموقف الإسرائيلي الأخير حينما جرت المفاوضات ما بين فصائل المقاومة من جهة وحكومة التحتلال في عبر الشقيقة مصر والذي تحدثت بأن هناك تقدما على موضوع صفق التبادل ولكن إسرائيل تتحفظ على الأسرة الذين بين قصين أيضا أيدي ملطخة بالدماء أو الدول الأحكام العالية الآن يجب أن تنتهي هذا الدرس للإحتلال يجب أن تنتهي وإلا سيبقى الأسرة دائمية التفكير بكيفية انتزاع حريتهم بأي طرق مسموح لهم لطالما أنهم يعيشون بظروف سيئة في السجون وطالما أنهم يعيشون في جو ليس به بارقة أمل للمفاوضات السياسية ولا على صفقات التبادل أيضا يجب أن يدفع الاحتلال أيضا بأن يحسن من ظروف الحياتية والمعاشية للأسرة في سجون الاحتلال وتقديم لهم كل الأمور التي من شأنها أن تحسن بهذا وضمن الاتفاقيات الدولية وقانون الدولي الإنساني ومعاملة السجناء هذا العمر يجب أن يكون درسا للاحتلال أما أن يبقى أن يبحث بطريقة بكيفية اتخاذ إجراءات عقبية أو كيف أو أين أو أود الأسرة الطاني للرمال هذا عمر يستبعده في التفكير ويستبعده في هذا الإجراء ويجب أن يفكر بكيفية أعطاهم الامتيازات التي نصت على القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية وكذلك كما قلت أن ينهي قضية التحفز على قضية التحفز على ما يسمى بين قسين الأياد المنطقة وذو الأحكام العالية وكما قلت يجب أن تكون فؤول أولويات العمليات السياسية أو عمليات صفق التبادل هؤلاء الأبطال الذين محكوذوا الأحكام العالية والذين أمضوا سنوات طويل لا يعقل وشعبنا شعبنا الفلسطيني لا يستوعب أن يبقى كريم يونس بهذه السنوات وماهر يونس والأسرى الذين أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وكذلك عشرين عاماً هذا أمر يجب أن ينتهي وصلت وصلت وكذلك درس الأخير أن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن الأسرى الفلسطينيين ودائماً ما يشكل حاضنة لهؤلاء الأبطال وبالتأكيد هذه دعوة لأبناء شعبنا الفلسطيني في جنين وفي أي مكان يتواجد فيه على الأبطال الذين انتزع حريتهم صباح اليوم سجن جلبوا بضرورة حمايتهم وتشكيل سياج حامي وآمن لهؤلاء الأبطال من أعين الاحتلال أو من المساس بهؤلاء الأبطال وهذا ما سأسأل عنه السيد أمجد النجار في الخليل مع تمنياتنا بالسلامة والأمان للأسرى الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم ولكن ما حجم الخشية من مساس قوات الاحتلال بحياة هؤلاء الأسرى الستة في حال تم العثور عليهم لا سمح الله يعني أكيد الاحتلال الآن يجند العملاء والجواسيس وكل استخباراته للبحث عن هؤلاء الأبطال معروف يعني الاحتلال إذا استطاع الوصول إليهم ممكن أما أن يعتقلهم أو أن يشتبك مخهم يكونوا شهداء عام ثلاثة ثمين عندما نفذ الهروب من سجن غزة المركزي أربعة من هؤلاء الأبطال ارتقوا شهداء بفعل اشتباك مع الاحتلال عندما كانوا يبحثوا عنهم خلال سنوات هروبهم وبقي منهم حتى الآن اثنين يعني منهم الأخارد الزدين الموجود في صفرتنا في الجزائر والذي يعمل مسؤولا لملف الأسرة من الذين كانوا موجودين يعني الاحتلال الآن يعمل كل ما يستطيع من أجل البحث عنهم هؤلاء أبناء الشعب الفلسطيني وهذا الشعب دائما الشعب الفلسطيني يعمل على حماية أبنائه بكل الوسائر وبكل الطرق المناسبة وان شاء الله نتمنى لهم يعني أن ترغاهم عين الله أولا وأيضا أبناء شعبهم أن يوفروا لهم الحماية المطلوبة نعم سيد أمجد النجار رئيس دائرة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني كنت معنا من الخليل شكرا جزيلا لك الشكر موصول لأسيد جمال فراونا مدير مؤسسة عنصار الأسرى في قطاع غزة كنت معنا من غزة شكرا جزيلا لك